أهلاً وسهلاً بكم في هذا الدرس سنحاول الإجابة عن سؤال تكرر بكثرة في الفترة الأخيرة بعد أن طرحنا دروس متعلقة بتوزيات Elementario S Luna هذه الدروس ستجدون روابطها في وصف الفيديو ربما سترى أيضاً على الشاشة الآن السؤال هو هل توزيات Elementario S Luna مناسبة لي أم لا سؤال طرح بعدة طرق على عدة حسابات للمجمع في مواقع التواصل الاجتماعي أو للمجمع أو في رسائل خاصة أنا سأحاول إجابة عن السؤال بالنسبة لتوزيات Elementario S لكن سأحاول تعميم أيضاً لكي يكون الطريقة المتبعة للإجابة عن هذا السؤال قابلة للتطبيق على توزيات أخرى ربما تسأل هل هي مناسبة لك أم لا حيث أني أتبع الطريقة التالية أجيب دائماً عن ثلاث أسئلة لأحدد هل توزيعة معينة مناسبة لي أم لا السؤال الأول هو هل التوزيعة مناسبة لجهازي أم لا السؤال الثاني هو هل التوزيعة مناسبة لاستخداماتي اليومية العامة أم لا والسؤال الثالث والأخير هو هل التوزيعة تساعدني في تخصصي سواء كان تخصصي الدراسي أو المهاني طيب نحن نحن سنمر على هذه الأسئلة الثلاث وضح لما هي مهمة بالنسبة لتوزيعة ألمتر رئيس نجيب عنها وأنت يمكن أن تطبق على التوزيعة التي تهمك ربما تتساءل هل هي مناسبة لك أم لا إذن بالنسبة للسؤال الأول هل التوزيعة مناسبة لجهازي أم لا بالنسبة لتوزيعة ألمتر رئيس يمكن أن تلاحظ المتطلبات الدنيا لتشغيل التوزيعة أو لتثبيت التوزيعة في موقع التوزيعة حين تولد تحميلها فتجد دائما المتطلبات الدنيا والمتطلبات المنصوح بها لتثبيت تلك التوزيعة هذا يكون على جميع مواقع التوزيعة بالنسبة للمتطلبات الدنيا فمطلوب 1 جيجا هيرتز من المعالج و 512 ميجا بايت من الرام و 5 جيجا بايت من مساحة الحرة في القرص السابق في حنيون صاح أن يكون لك 1 جيجا هيرتز و 1 جيجا بايت من الرام و 15 جيجا بايت من المساحة الحرة على القرص السابق هذه الأشياء يجب أن تأخذها بعين الاعتبار قبل أن تحدد هل تتريد تثبيت أو تجربة توزيعة معينة أم لا لأنه لا يفيدك في شيء أن تكون التوزيعة أجمل توزيعة في الكون وأحسن ولا أعرف ما يمكن أن تضع من أسماء التفضيل لكن في الأخير تجد نفسك أمام توزيعة تحتاج لتشغل برنامج فيها لدقيقتين لدقيقة فهذا لن يفيدك في شيء يعني هذا من الإكرهات التي تفرض عليك حين يكون لك جهاز ضعيف فيجب أن تفضل استخدام توزيعة يكون لها متطلبات جد قليلة إذن هذا هو الجزء الأول متطلبات جهازك تحدد لك الخطوات الأولى لاتخاذ قرار هل توزيعة مناسبة لك أم لا بالنسبة لمن ليس له معرفة بالأشياء التقنية فيمكن أن أقول أن أي جهاز يمكن تشغيل ويندوز 7 عليه فيمكنك أن تشغل أي توزيعة لينوكس عليه هذه بصفة عامة هناك ربما استثناءات لكن بصفة عامة لو لم تكن لك أي خلفية تقنية ما هي الرام ما هو المعالج فلو كنت قد ثبت ويندوز 7 على جهازك بدون أي مشاكل ويشتعل دون أي مشاكل فيمكنك أن تثبت أي توزيعة لينوكس عليه إذا هذا بالنسبة للجزء الأول بالنسبة للجزء الثاني أو السؤال الثاني هو هل التوزيعة يساعدني في استعمالاتي أو استخداماتي اليومية للبرامج ولا أعرف ما تقوم فهنا يمكن أن تكون التوزيعة تأتي بالبرامج والأشياء التي أحتاجها بصفة يومية تأتي بها افتراضيا أي مثبتة من البدء لكن ليس بضرورة أن تكون هذه هي الحالة ربما يمكنك أن تثبت تلك البرامج من بعد وهذا ما أسميه أنا بالاستثمار في التوزيعة التوزيعة لأنها توزيعة ربما لا تكون جاهزة من البدء لكنك تستثمر فيها بعض الوقت بعض الساعات ربما بعض الأيام لكن ذاك الاستثمار يكون بنتيجة حيث أنك يمكن أن تستخدم تلك التوزيعة دون أي مشاكل لاستخدامتك اليومية بعد أن تستثمر فيها ذاك الوقت التوزيعة التي ربما لن أنصح بها مثلا هو أن تستثمر في توزيعة وقت أيام وأنت تشخص فيها تثبت البرامج التي تحتاج وبعد أول تحديث ينهار كل شيء إذن هذه توزيعة لن تحتاجها أبدا بالنسبة للتوزيعة التوزيعة تعتمد على Ubuntu 12.0455 عملي مدى طويل أي أنك سيكون لك دعم لسنة 2017 لمدة خمس سنوات والتوزيعة جد مستقرة أي أنك بعد أن تثبت عليها البرامج التي تحتاج كما رأينا في الدروس السابقة درس كان عنوان أهم ما يجب أن تقوم به بعد تثبيت ألم ترويس لونة سيظهر رابطه على الشاشة الآن فبعد أن تثبت تلك البرامج بالنسبة لي لم أواجه أي مشكلة مع توزيعة رامنية أستخدمها من مدة طاولة إذن هذا الشيء يجب أن تأخذها بها على الاتبار إما أنك تفضل أن تكون توزيعة جاهزة من البدء أو أنك تستثمر في التوزيعة بعض الوقت لكن ذلك الاستثمار يكون له جدوى ويعود عليك بالنفع بالنسبة للسؤال الثالث وهو هل التوزيعة تساعدني في تخصصي سواء المهني أو الدراسي الآن سأتحدث عن توزيعة المطاري أويس بالضبط لمن هي موجهة بالأساس ومن هي فئة المستخدمين التي هي النسب لهم حسب ما أرى وحسب تجربتي وحسب استعمالي لهذه التوزيعة فالمصممون سواء كنت مصمم ويب أو مصمم بصفة عامة فهذه التوزيعة جد مناسبة لهذه الفئة من المستخدمين سأوضح لما؟ لأن أولا شكلها من ناحية التصميم أهتم كثيرا بالتصميم والفريق المطور لها بالتصميم حيث أنه أيضا يمكنك الاستفادة من موقع التوزيعة إحنا ندخل إلى developer هنا سنجد صفحة خاصة بالدزاين فهنا لديهم توثيق جد ممتاز يوضح لما اختاروا التصميم في جميع مكونات التوزيعة لما اختاروا هذا التصميم وبالتالي يمكنك أنت أيضا أن تستفيد منهم كمصمم لتأخذ أفكار لما يقوموا باختياراتهم مثلا نأخذ مثال مثلا هذا الجزء هذه النافذة لما اختاروا أن يكون هنا فقط زر التكبير وليس هناك زر الغلق أو تصغير فتجد هنا لما يوضحون هذه الأشياء بالتفصيل وهنا تجد هدد مقالات أخرى شيء آخر هناك مجموعة تسمى المترواس على موقع DeviantArt مختصة بالتصميم أيضا تتماشى مع توزيعات توضع فيها تصميمات لبرامج وجهات ما يسمى بموكبس أنها ليست برامج مبرمجة ولكن هي أفكار برامج فيمكنك أيضا لو كنت مصمم أن تدخل لهذه المجموعة وترى ما هي الأفكار التي يترحون كما ترحل هنا عندك أفكار لتصميمات لبرامج لنوافذ فهذه الأشياء ستفيدك لو كنت من فئة المصمم إذن هذه الثلاثة الأشياء التي أركز عليها حين اختيار أي توزيعها هل هي مناسبة لجهازي المناسبة لإستخدامتي اليومية وهل تساعدني في تخصص سواء المهني والدراسي يمكنكم أيضا مشاركة آرائكم وكيفية اختياركم وكيفية توزيعاتكم في التعليقات لنستفيد من بعضنا البعض إذن نلتقي في درس مقبل إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة